في حلقة اليوم سنتحدث عن سر نجاح رسالة بولوس موسيقى أعزائي من منطقة فليب أريد أن أتحدث عن سر نجاح رسالة بولوس كمرصل اخترت هذا الموقع لأنه بتعبر عن نجاح باهر لخدمة الرسالة بولوس جاء إلى منطقة فليب في رحلته التبشرية الثانية وأنا موجود حالياً داخل كنيسة قديمة أطارات كنيسة قديمة بعود تاريخها من أيام البزنطيين القرن الخامس أو السادس ميلادي وهون نعبر عن شيء أو بدل على شيء أنه المسيحية انتشرت في هذه المناطق إذ اكتشفوا عدة كنائس في هذه المنطقة رحين ندرس سر نجاح بولوس من سفر أعمال الرسل إيه السر اللي حرك بولوس الرسول أن يتكلم بقوة إيه القوة الكاملة وراء عمل الرسول بولوس سنكتشف هذا الشيء بعد قليل أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة لو أنت عايش بفشل في هزيمة في عار بتشعر أنك أنت غير مؤثر أو غير فعال أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة متأكد أنه الرب رح يعمل شيء في حياتك اليوم من خلال هذه الحلقة أعزائي سأعود بعد قليل تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولوس ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل أعزائي أنا ماشي على الطريق القديم الرئيسي فيا أغناطيا كما بتلاحظوا الحجارة الكبيرة الرومانية حتى تتحمل سير المركبات أو العجلات مع الخيل في هذا المكان فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويد من رؤساء الكهنة وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يصطع حولي وحول المسافرين معي فوقعنا كلنا إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن تقاومني فقلت من أنت يا رب؟ قال الرب أنا يسوع الذي تضطهده أنت قم وقف على قدميك لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤية التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله فينال بإيمانهم بي غفران خطياهم وميراثا مع القديسين ومن تلك الساعة أيها الملك أجريباس ما عصيت الرؤية السماوية فبشرت أهل دمشق أولا ثم أهل أورو شليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص أعزائي من منطقة فليبي أواصل حديث عن سر نجاح الرسول بولوس كمرسل أتكلم طبعا من منطقة فليبي فليبي لها تاريخ عريق وثلاث أحداث غيرت وجه التاريخ من هذا المكان الحدث الأول عندما جاء فليب الثاني ووحد الشعوب في هذه المنطقة كانت تدعى كرندس أي منطقة الينابيع وبنى أصوار ووحد هذه المنطقة في هذه المنطقة ولد الإسكندر المكدونة والإسكندر الأكبر ومن هذه المنطقة ابتدأت الفتوحات نشر الحضارة الهلينية الفلسفة اليونانية طبعا واللغة اليونانية اللي كانت اللغة الرسمية في العهد الجديد وانتشرت إلى ثلاث قارات أوروبا، آسيا وأفريقيا الحدث الثاني عندما بروتوس اغتال يوليوس قيصر في روما هرب مع بعض من الجيش الروماني هو وكاسيوس وجاءوا إلى منطقة فليبي لحق الجيش الروماني بقيادة أوكتافيون اللي هو أصبح أغسطس قيصر مع مارك أنتوني وجاءوا إلى منطقة فليبي وحدثت معركة شديدة وحاسمة انتصر أكتافيون ومارك أنتوني على جيوش بروتوس وكاسيوس وهذا طبعا أمن الحدود الرومانية لأنه ربط روما الغرب مع الشرق ولسيما المياه حتى يكونوا مستيطرين على كل هذه المنطقة والقوة الرومانية انتشرت أيضا في ثلاث قرات أوروبا، آسيا وأفريقيا لكن أهم حدث بالتاريخ عندما جاء أبولوس الرسول بدعوة إلهية برؤية إلهية إلى منطقة فليبي وتغيرت حياة العديد في هذا المكان ليديا بقعت الأرجوان عند النهر والجاري اللي كان فيها روح عرافة في هذا المكان في منطقة الأغورا وطبعا سجان فليبي على بعد من هذا المكان في السجن اللي اكتشفوا في منطقة فليبي فليبي تعتبر مستعمرة رومانية أو كولونية رومانية كان يتكلم اللغة اللاتينية هنا في أرض اليونان وطبعا تقى على الطريق الاستراتيجي فيا إغناطيا اللي بيربط الغرب مع الشرق مارا في منطقة فليبي والمدن اليونانية الأخرى أنا موجود في هذا المكان هذه المنطقة تسمى الأغورا أو ساحة الميدان العام اللي كانوا يمارسوا حياتهم تقريبا في كل شيء الحياة الاجتماعية المدنية السياسية وطبعا الدينية في هذا المكان كرز بولوس الرسول وفي هذا المكان ألقي القبض عليه أخدوه عند دار الولايات الحفريات اكتشفت أكدوا على هذا الموضوع وطبعا تستطيع أن ترى الأعمدة في كل مكان اكتشفوا خمس كنائس بيزنطية قديمة معابد قديمة وحمامات رومانية المسرح الروماني القديم والسجن القديم في منطقة فليبي في هذه المنطقة أعزائي بولوس لقى نجاح كبير وانتشرت الكنيسة من فليبي إلى كل أنحاء اليونان وطبعا وصلت إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية سوف أواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل ماذا عن حياتك؟ هل أنت مسيحي حقيقي مؤثر وفعال؟ أم أنت مسيحي نائم؟ قطع رسول بولوس المرحلة الأولى من رحلته التبشيرية الثالثة برا عبر آسيا الصغرى مارا بمدن منطقة غلطية وفريجية وتشمل ترصوص وأيقونية وفي النهاية وصل إلى أفاسوس حيث قضى هناك مدة ثلاثة أعوام تقريبا لقد بدل بولوس الرسول مجهودا كبيرا في أفاسوس حيث كان يقوم بالتبشير والتعليم عن إنجيل يسوع المسيح وعن المعجزات الكثيرة التي أجراها الرب وفي النهاية زادت المعارضة من جهة الوثنيين الذين كانوا يعبدون الإله أرطميس حتى كاد بولوس الرسول أن يتعرض لقتل فهرب من المدينة متجه إلى الساحل عبرا ترواز في طريقه إلى مجدونية حيث أمضى هناك قرابة ثلاثة أشهر بعد سفره عبر اليونان عاد بولوس الرسول إلى ترواز ومن هناك استمر في رحلته عبر آسوس وساموس وميليتس ثم قطع بولوس الرسول المرحلة الأخيرة من رحلته عبر طريق باطرة ثم اتجه إلى سوريا ومن هناك انطلق في طريقه إلى القيصرية حتى واصل إلى أور الشليم في نهاية الرحلة أعزائي من منطقة فليبي أواصل حديثي عن سر نجاح الرسول بولوس كمرسل واضح أنه بولوس الرسول كان ناجح جدا في الخدمة رغم كل المقاومة رغم الاضطهاد رغم الصعوبات رغم الظروف اللي واجهها في كل مكان كان يكرز في رسالة المسيح السبب الأول والرئيسي لنجاح الرسول بولوس كان له لقاء حي وحقيقي مع الرب المقام الرب يسوع المسيح بولوس شاول قبلا كان متهد للكنيسة وكان ذاهب إلى الطريق إلى دمشق ليلقي القبض على المسيحيين لكنه التقى مع الرب المقام الرب يسوع المسيح غير حياته وعطاه دعوة مقدسة وابتدأ يشهد ويكرز ليس فقط في منطقة اليهودية لكن انتشرت الكراز إلى أقصى الأرض وكان يعتبر رسول الأمم لا يمكن أي إنسان يخدم الرب بدون ما يكون له لقاء حي وحقيقي مع المسيح يسوع كم من الخدمات كم من الخدام اللي بيفشلوا لأنهم بيقوموا فقط في ممارسات دينية أو شعائر دينية لكن بدون هذه العلاقة الحية بدون هذه العلاقة مع شخص الرب يسوع اللي بيعمل بيتواصل بيتفاعل في حياتك فالرب يسوع المسيح حي فينبغي أن يكون له لك لقاء حي مع يسوع المسيح السبب الثاني بولوسة رسول كان ممتلئ من الروح القدس ممتلئ بروح الله الروح القدس هو روح القوة وروح المحبة فما كانش يخاف أي إنسان كان معروف عنه جريء وشجاع يتكلم برسالة الله بدون ما يخاف أي إنسان فلأنه كان ممتلئ بالروح القدس في أي مكان كان يرشد الروح أو يقوده كان يتكلم بكلمة الله سواء في المجامع اليهودية أو في الأماكن العامة مثل الأجورا مثل هذه المنطقة في فليبي كان دايما ممتلئ بروح الله شيء ثالث ومهم أيضا كان له رؤية واضحة رؤية من الله الرؤية مش من أي إنسان من اللحظة الأولى اللي التقى فيها مع الرب يسوع المسيح قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل فالرب يسوع المسيح أعطى الرؤية الواضحة أنه كيف يعمل وكيف يصل إلى كل أنحاء الأرض بالرسالة مش ممكن أي إنسان يعمل بدون رؤية الشخص اللي عنده رؤية شخص بيسير في برنامج إلهي وبخطة إلهية الشخص اللي عنده رؤية هو شخص عنده هدف حقيقي وواضح كما قال الرسول بولوس إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعال الدعوة الله العليا في المسيح واضح أن الرؤية أخذها في الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل وكرر هذه العبارة عندما كان يتكلم عن شهادته أن الرؤية والإعلان أخذوا من الرب يسوع المسيح مباشرة في أحد الأيام ذهب إلى كورنتوس ففي رؤية ظهر له الرب وقال تكلم ولا تسكت ليه أناس ليه شعب كثير في هذه المنطقة وهنا في منطقة فليبي كان بالأول في آسيا فرجل مقدوني برؤية وبحلم قال أعبر إلى مقدونية وأعنى كان يتحرك برؤية واضحة وعندما وقف أمام الملك هيرودوس أغرباس قال من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معانداً للرؤية السماوية فإذن كان دايماً يتحرك برؤية واضحة وعرف أنه من خلال الرؤية أن الله رح يحفظ ويحميه حتى تصل الرسالة إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى روما نفسها شيء رابع أعزائي سر نجاح الرسول بولوس أنه كان يتحرك بطريقة استراتيجية سواء كان في آسيا سواء كان في أوروبا كل تحركات بولوس الرسول كانت تحركات استراتيجية وجوده في منطقة فليبي كان بطريقة استراتيجية برنامج إلهي مخطط إلهي أعزائي أريد أن أواصل عن هذا الموضوع بعد قليل عن تحركات بولوس الاستراتيجية وبعد ثلاثة أيام دعا بولوس وجهاء اليهود إليه فلما اجتمعوا قال لهم أيها الإخوة أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا مع ذلك اعتقلني اليهود في أوروشاليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي لأن لا جرم علي أستوجب به الموت ولكن اليهود عارضوا فاضطررت أن أرفع دعوايا إلى القيصر لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل فقالوا له ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء ولكننا نود أن نسمع منك رأيك لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولوس وهم أكثر وعددا فأخذ بولوس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولوس هذه الكلمة صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا اذهب إلى هذا الشعب وقل له مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون تحجر قلب هذا الشعب فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لألا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب وهم سيستمعون إليه فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف وأقام بولوس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح أعزائي كما ذكرت كان بولوس الرسول يتحرك بطريقة استراتيجية سواء في الأراضي المقدسة كان يتحرك بالطرق الرئيسية حتى يصل بالبشارة من مكان إلى آخر وعندما ابتدأ رحلاته التبشرية إلى آسيا وإلى أوروبا كان يستخدم الطرق الرئيسية الطرق الرومانية القديمة حتى تربط العالم القديم بين الشرق وبين الغرب وعندما استلم دعوته في منطقة آسيا أن يأتي إلى أوروبا ابتدأ من ميناء نيابلس اللي هي اليوم كافالا مرًا بطريق أغناطية القديم في فليبي تسالونيكي والمدن اليونانية الأخرى فكان دائما يستخدم الطرق الرئيسية لأنه كان فيه جيش رماني يحمي هذه المناطق من قطاع الطرق أو في البحار من القرصنة مش بس بيستخدم الطرق الرئيسية كان يذهب إلى المدن الرئيسية في أيام الإمبراطورية الرومانية لأنه من خلال المدينة يستطيع أن يصل إلى كل الضياع الأخرى فكان دائما يتحرك في طريقة استراتيجية مش بس الطرق أو الأماكن أو المدن في أي مكان كان يتكلم كان يتكلم أولا في المجمع لليهود وثم ينطلق إلى الأمم فكان طريقة الرسول بولوس أنه يشهد ويكرز ويعلم من كلمة الله و الله كان يستخدمه بصنع الآيات والمعجزات فأول شيء كان يعمل كان يؤسس كنائس محلية في الأماكن المختلفة في المناطق هنا أسس كنيسة ناجحة في منطقة فليبي كان يؤسس كنائس ثم كان يعمل شيء آخر كان يرسم خدام أو شمامسة حتى يساعدوا في الخدمة وهذه الخدام كان يقوموا في دور العمل في المناطق والكنائس المحلية ومن بعد ما يرسم خدام كان يرجع يزور الأماكن حتى يثبت وحتى يشجع ويتلمز أناس آخرين ويعلم عن الكرازة أو أحياناً كان يكتب رسالة إلى كنيسة معينة كما كتب إلى رسالة فليبي حتى يتشجعوا بالفرح والإيمان أيضاً كان يتحرك في طريقة استراتيجية شيء آخر كان رسول بولوس يتكلم بلغة الناس كان يتكلم اللغة العبرية وكان يتكلم طبعاً اللغة اليونانية اللغة المتداولة والمتعارف عليها حتى في أيام الرومان في القديم في القديم اللي كان يحكم العالم القوة الرومانية لكن اللغة الرسمية والرئيسية هي اللغة اليونانية العهد القديم مثلاً ترجم إلى الترجم السبعينية من العبري إلى اليوناني والعهد الجديد كتب باللغة اليونانية والخدمة كانت معظمها باللغة اليونانية في كل مكان فكان يتكلم بلغة الشعب هو قال صرت لليهودي كيهودي وللأممي فكان يتعامل مع الناس بحسب أفكارهم وأعمالهم مش بس هيك شيء سبب آخر منشوف في نجاح بولوس كان بارع في فن التواصل كيف يوصل كلمة الله وهذا درس ممكن نتعلمه في كل مكان الأشخاص اللي بيخدموا الرب مع اليهود كان يتكلم بلغة يهودية كان عنده فكرة عن الشرائع اليهودية وعن الفكر اليهودي فكان يتكلم ويخاطب اليهود بلغتهم مقتبس من آيات العهد القديم مع الأمم كان يستخدم أسلوب آخر بحسب المنطقة الموجود فيها مثلا عندما ذهب إلى أثينا استخدم فكرة الإله المجهول وتكلم للفلاسفة اليونانيين والعلماء عن هذا الإله العظيم الذي لا يسكن بهياك المصنوعة لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد فخاطبهن بلغتهم ومفهومهن عندما كان في كورنتوس قريبة من منطقة إستمية مكان الألعاب الرياضية فاستخدم الإصطلحات الرياضية وعندما كان في أفسوس استخدم الإصطلحات الحربية تكلم عن الحرب الروحية فهكذا كان بولوس الرسول بارع في فن التواصل أعزائي سأواصل بعد قليل تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسول هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها رسول بولس ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسول تم اكتشاف هذه الكنيسة القديمة من أيام البزنطيين في القرن الخامس ميلادي اكتشفوا أيضا الفساء في هذا المكان عزيزي ذكرت أن سر نجاح الرسول بولوس أولا كان له لقاء حي وحقيقي مع الرب المقام الرب يسوع كان ممتلئ بروح الله روح القوة ليشهد بكل جرأة وشجاعة وجهارا عن كلمة الله كان عنده رؤية واضحة هدف حقيقي وثابت أنه أن يصل بالمخطط والبرنامج الإلهي إلى كل أنحاء الأرض كان يتحرك بطريقة استراتيجية ثم كان يتكلم بلغة الناس ثم كان بارع في فن التواصل شيء أخير ومهم عزيزي المشاهد الرسول بولوس في كل مكان سواء مع اليهود أم الأمم في أي خدمة كان يعيش في ظل المجيء الثاني كان يتكلم عارف حقيقتين الحقيقة الأولى أنه ممكن يموت في أي لحظة لأنه واجه الاضطهاد والمقاومة في أي مكان والحقيقة الثانية أنه الرب يسوع المسيح ممكن يرجع في أي لحظة فالسؤال ماذا عن حياتك؟ هل أنت مسيحي حقيقي مؤثر وفعال؟ أم أنت مسيحي نائم نعسان وكسلان؟ إن الحياة المسيحية والإيمان بالمسيح تحرك فيك قوة وجاذبية وفعالية لتتكلم عنه بكل جرأة وبكل جرأة كما ترون في هذه المنطقة تكلم الرسول بولوس وهذه المنطقة مليئة بالناس كما ترون السياح من خلف في كل مكان فهل نتكلم عن المسيح في أي مكان؟ الرب يعيننا أن نمتلئ بروح الله ونتكلم بكلمة الله يحررنا من روح الضعف من روح الخوف وأن يكون عندنا رؤية أنه مش بس الكلمة تكون في داخل الكنيسة لكن نطلع للناس في الخارج العالم بموت من غير كلمة الله العالم محتاج، العالم عطشان جعان لكلمة الله فدعونا نتمم مأمورية المسيح ونعيش مثال أيضا الرسول بولوس في حياتنا الرب يباركك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن زيارة الرسول بولوس لفليبي هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو